أروح مع حضرتكم بقى للصور اللي هعلق عليها النهاردة كنتم مع حضرتكم هنا يوم الحد اللي فات لما طالبان دخلت كابل وإحتلت القصر الرئاسي صحينا كلنا والعالم صحي تاني يوم على الفيديو الصادم للطيارة اللي بتجري وبيجري قدامها ووراها أعداد مهولة من الشعب الأفغاني وبيتشعبت في عجلها وعلى جنحها بشر زي زي حضرتكم ما صدقتش أو يمكن ما استوعبتش أن في حقيقة ممكن تكون فائت الخيال اللي ممكن يتقدم في أفلام الرعب وأفلام الخيال وأفلام الأكشن لكن الحقيقة اللي تم إنكارها أعلنتها وجود أشلاق بشرية على عجل الطيارات اعتبرت أن هذا الفيديو هو أسوأ شيء شافته عيني في حياتي كلها الرعب والفزع ولحظة الجنون اللي ممكن تخلي بني آدم يتصور أنه هيتشعبت في عجل طيارة لما الطير هتقفل عجلها ومش هيتفرم الرعب والفزع اللي ممكن يخلي بني آدم يتصور أنه ممكن يبقى في جناح طيارة فتعلة ويضغير الضغط الجوي فيفضل يتنفس ويفضل متماسك ويوصل الحقيقة أنه لأ كان عارف أنه هيموت بس يفضل الموت البشعة دي عن أحضان الوطن فضلتوا متصورة أنه دي أبشع حاجة أنا شفتها لحد ما شفت فيديو الطفل اللي من إيد لإيد لإيد من الجنود الأمريكان بيستلموه من أهله علشان يروح النحية التانية نحية التانية من الحياة أي أن كان نصيره هيبقى مع مين؟ هيعيش مع مين؟ هيعيش إزاي؟ هيحصل له إيه؟ الفيديو اللي بيقول أن إزاي أم ممكن عقلها يطوعها وتفكر أنها تبعد ابنها عن حضنها وتسيبه لحد تاني ولا هو عقلها خلاص كان وقف قلبها إزاي طوعها؟ ولا هو قلبها الرعب بفرمه للدرجة اللي تخليها تشوف أنه بعده عن حضنها والمجهول في أي حتة تاني أرحم من المعلوم اللي هي عرفها الفيديو خلى فلاشات كتيرة تبقى قدام عينية متدخلة زي شريط السينما من فترة الصحفيين وهوما بيسألوا بايدن عن هل تسق في طالبان؟ فبيقولهم ده سؤال سخيف لا طبعا 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 أنت هتسلم البلد ليه طالبان؟ قالهم لأ أنا هسلمها للجيش اللي تضرب وتصرف عليه 2 تريليون الجيش اللي عنده أسلحة وهيستلم البلد فلاش صورة الطيارة والناس بتجري وراها فلاش للدول الأوروبية وهي بتقول طالبان لازم تثبت أنها بالأفعال لا بالأقوال وكأن ده اعتراف ضمني أنه تمام أنتم موجودين وهنتعامل معاكم دبلوماسيين بيقولوا وبيعلنوا لبايدن أنه خروجه في الوقت الحالي يعني سقوط الدولة في إيد طالبان وخروج بالسيناريو غير مدروس أو يمكن يكون مقصود بقول بعد الفلاشات دي ما عدت قدامي الحمد لله الحمد لله وأنا جاية طول الطريق عناية بتحضن كل حاجة بتحضن البشر والشجر وفترين المحلات وأي بنت ماشية وأي أم مسكة ابنها على كتفها وبحلق فيهم كأني عايزة تأكد أنها حقيقة لأن احنا في زمن الحقيقة عدت فيه الخيال الحمد لله أن احنا هنا كنت دايما بقول لحضراتكم الحمد لله أن بلدنا قدرت تعدي وتكتاز وتقف على رجليها وأن عندنا قيادة حكيمة عدت ببلدنا وخلتها تقف على رجليها من باب أن أنا عندي يقين وإيمان بأن ده حقيقي ومن باب الدعم وبس الطاقة الإيجابية لكن عمري من كنت تخيل أني هقولي الكلام ده بالإحساس ده وأنا شايفة الصورة دي قدامي صورة هذا الطفل وكل زر في قلبي وعقلي بتقول الحمد لله على نعمة مصر الحمد لله أننا من كبيرنا لصغيرنا من أصغر طفل الرئيس الجمهورية متشعبطين في أحلامنا وبنفحت في الصخرة علشان نحققها ما فيناش حد متشعبط في عجل طيارة في لحظة جنون الحمد لله أن في أصعب الظروف ما عندناش رئيس مهما كانت الجرائم اللي عملها فكر أنه يهرب ويسيب البلد الحمد لله على جيشنا اللي مصروف عليه 2 تريليون حب وإيمان وعقيدة وثقة وتدريب وقناعة أنه زرت التراب تمانها الدم الحمد لله على كل نقطة الدم سالت عشان تحمي وكل زرت عرق نزلت عشان تبني الحمد لله أننا وطن شريف ما بيفكرش في أزاية أوطان ولا تدمير شعوب الحمد لله على القيادة الحكيمة اللي عد بمصر بمصير كم ممكن يكون زي المصير اللي انتو شفتو ده أو مصير دول صديقة جران لسه بيلفوا في الدائرة عشان يقفوا على رجليهم الحمد لله على حضن مصر اللي مهما زعلنا منها أو زعلنا فيها أو اختلفنا محميين بسماها ورجلنا ثبتة وقفة على أرضها فحضنها قادرين أن احنا نحضن ولادنا نخضهم في حضننا يسيت أقول لكم أن تركيا وحماس هنوا طالبان ربنا يكون فعون الشعب الأفغاني فعون ستاته وأطفاله والحمد لله على نعمة مصر أشوفكم بعد الفصل